السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعنا الكرام اهلا وسلم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الالي عم باقي اللندية المصرية لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة الحبيب الله مصال وسلم وازد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد القلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخيرا قرعة الدوري المصري الجديد الموسم الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين اللي نتمنى فيه حسب ما قال طه عزت ان احنا نتلاشى ونتلافى كل السلبيات اللي كانت موجودة في الموسم الماضي خصوصا خصوصا المجاملات والمحابة لاندية على حساب اندية اخرى والتأجيلات اللي ما كانش لها اي منطق ولا اي معنى ولا اي لازمة ليه نادي زي نادي الزمالك اللي خدت تأجيل لمباراتين لحد دلوقتي اتحاد الكورة لم يعلن ولا ربطة لاندية لم تعلن اسبابهم نتمنى الالتزام بالموعيد الدورة هيبدأ 30 اكتوبر هينتهي 30 مايو كاس الربطة هتنتهي 10 يونيو موعيد محترمة جدا ونظام جديد للدورة المصري الممتاز مرحلة اولى هتتلعب 17 مباراة كل نادي هيلعب 17 مباراة مبارايات خارج الارض وداخل الارض الكترنيا تم ترتيبها والحمد لله مفيش اللي قال عليه صاروة تسويلم ان ممكن نادي يلعب كل ماتشاطه على ارضه وما يخرجش برا ارضه نادي الاهلي قرعته صعبة الى حد بما البدايات والنهايات لكن مفيش صعبة على النادي الاهلي النادي الاهلي قادر بقدراته وامكانياته وافراده وجهازه الفني انهم يحسنوا المرحلة الاولى في الصدارة وتسع فرق اللي فوق هيتأهله لمجموعة القمة ومجموعة حسم اللقم والتسع فرق اللي في اسفل الجدول هينضموا ليه قائمة البقاء تسع فرق اللي هتنافس على الدوري هتسعد بالمجموع النقاط اللي جمعته خلال السبعتاشر مباراة وهيلعبوا مع بعض تاني كل فريق ثمن مباريات هيلعب في مجموعة القمة النادي الاقلي مثلا هيلعب 8 مباريات جمع مثلا مثلا 25 نقطة او 20 نقطة من 8 مباريات هيتحطوا على النقاط اللي كانت قبل كده في الجدول كمان لو انا في المرحلة الاولى مثلا لعبت بيراميدز على ملعبي في استاد القاهرة جيت المرحلة التانية لعب بيراميدز في القمة هلعب على ملعب بيراميدز هلعب على ملعب بيراميدز بس للتوضيح في المرحلة الاولى لعبت مثلا مع مودرن سبورت على ملعب مودرن سبورت في المرحلة التانية هم صعدوا معنا في المجموعة بتاعت القمة لما اجا لعبهم تاني هلعبهم بقى على ارضي في استاد القاهرة تعال نشوف قيمة ومباريات النادي الأهلي والفرق المتنفسة مع النادي الأهلي جولة الأولى الأهلي يلعب مع سيراميكا في القاهرة الفريلي بتقالي الأول هو اللي بلعب على أرضه في هذه المباراة الزمالك هيلاعب البنك الأهلي برضو في استاد القاهرة بيرامدز هيلاعب بيترو جيت في ملعب الدفاع الجوي 30 يونيو أعتقد مواجهات صعبة للأهلي سهلة أكيد لنادي بيرامدز هيلعب مع فريق لسه صاعد حديثا للدوري الممتاز نادي بيترو جيت الجولة الثانية النادي الأهلي هيلاعب زد برضو مباراة صعبة بتلاعب فريق كان خامس جدول الترتيب الموسم اللي فات نادي الزمالك هيلاعب نادي سموحة في سموح في ملعب برج العرب أو استاد اسكندرية نادي بيرامدز هيلاعب نادي في بيترو سبورت برضو مباراة بدأت تتصعب حبتين على بيرامدز الجولة الثالثة النادي الأهلي هيلاعب الاتحاد السكندري في القاهرة بيرامدز هيلاعب البنك الأهلي في الدفاع الجوي نادي الزمالك هيلاعب نادي المصري البورسعيدي في برج العرب جولة الرابعة النادي الزمالك هيلاعب غزل المحلة في المحلة نادي البنك الأهلي هيلاعب النادي الأهلي نادي بيرامدز هيلاعب نادي المصري البورسعيدي تعال نروح للجولة الخامسة نادي الزمالك هيلاعب سراميكا كيلو باترة في الساد القاهرة نادي الأهل هيلاعب سموحها في القاهرة نادي الإسماعيلية هيستضيف نادي بيرامدز فيها الإسماعيلية الجولة السادسة نادي الأهل هيواجه نادي المصر البورسعيدي في برج العرب بيرامدز هيلاعب نادي فاركو في القاهرة في الدفاع الجوي ونادي الزمالك هيواجه نادي طلايع الجيش على ملعب طلايع الجيش نادي الأهلي في الجولة السبعة هيواجه نادي أمبي في بيتروسبورك والزمالك هيواجه الاتحاد السكندري في القاهرة نادي بيراميز هيواجه الجونة في الجونة في ملعب خيالة بشارة الجولة التمنى النادي الأهلي هيستضيف الجونة بيراميز هيستضيف غزل المحلة الزمالك هيستضيف حرص الحدود أعتقد جولة هيكون سهلة على الثلاث فرق اللي يتنفسه على الصدر فاركو هيستضيف النادي الأهلي في الجولة التسعة الزمالك هيستضيفه مودرن سبورت وبيرامدز هيستضيفه نادي زد الجولة العشرة الأهل هيلاعب بيرامدز الجولة العشرة الأهل هيلاعب بيرامدز على استاد القاهرة والزمالك هيلاعب نادي الجونة برضو على استاد القاهرة الجولة الحداشر بيرامدز هيستضيف الزمالك نادي الأهل هيلاعب نادي مودرن سبورت على ملعبه ده في الجولة الحداشر الجولة الاثناشر الاهلي هيصطديف نادي بيتروجيت والزمالك بيرامدز هيلاعب نادي سموحة في سموحة في برج العرب ونادي الزمالك هيواجه نادي الاسماعيلي في القاهرة يعني فكرة البكائيات واللطميات احنا ما بنلعبش الاهلي ما بنلعبش في اسماعيلية واحنا بس اللي بنلعب في اسماعيلية اديك هتلعب في القاهرة وكده كده الاسماعيلي في المرحلة التانية هيكون في مرحلة البقاء ومش هيواجه نادي الزمالك المرحلة التلاتاشر الأهل هيواجه غزل المحلة في القاهرة بيرامدز هيواجه حرس الحدود الزمالك هيواجه نادي فاركو في برج العرب جولة الاربعتاشر نادي الزمالك هيلاعب بتروجيت في القاهرة أغلب مطشط الزمالك في القاهرة زي ما أنتم شايفين الأهل هيواجه نادي الإسماعيل في برج العرب نادي بيرامدز هيواجه مودرن سبورت في مودرن سبورت جولة 15 مباراة القمة الأهل والزمالك وغالبا هتكون في المملكة العربية السعودية وندادي بيرامدز هيستضيف طلايع الجيش الجولة 16 الأهل هيلاعب حرس الحدود في استاد الماكس بيرامدز هيلاعب الاتحاد اسكندري في استاد الأسكندرية والزمالك هيواجه زد في استاد القاهرة المرحلة الأخيرة الآن هيستضيف طلايع الجيش بيرامدز هيستضيف سيراميكا كيلوبترا والزمالك هيستضيفه نادي امبي في المرحلة الاخيرة من المرحلة الاولى المرحلة السبعتاشر من الدوري المصري الممتز البدايات صعبة جدا للنادي الاهلي البدايات صعبة جدا للنادي الاهلي ولابد ان احنا نجمع كل النقاط ونفردش اي نقطة في بدايات الدور النهاردة امام عشور خد براء اللي امبي خد براء يا جدعان معارضة محكمة حكمت ببراءة امام عشور لاعب النادي الاهلي في قضية فرض الامن في موضوع الشيخ زايد قلنا قبل كده امام عشور طبعا لا تعقيب على احكام القضاء امام عشور دافع عن شرفه دافع عن عرضه دافع عن مراته واي حد عنده نخوة او زرة من الشهامة والرجولة هيعمل اضعاف اللي عمله امام عشور ده بالنسبة لإمام عشور نتمنى انه يركز في المباريات القادمة عزيزي احمد ايمن عبدالعزيز اللي طلع في وقت من الوقات وتم تعيينه كمدرب مساعد في جهاز روي فيتوريا وياخد سبعين الف جنيه وهو يعني عديم الخبرات الفنية مش كلعب كمدرب والراجل البرتغالي ما كانش محتاج له اصلا ولكن لانه صاحب وصديق صدوق للكابتن حزومة تم تعيينه في جهاز المنتخب وكان بيقبط سبعين الف جنيه في الشهر بدون اي شيء مجرد ان يوزع شوية اراتيس في التدريبات وكل معسكر وكل فين وفين على ما بيجتمع للمنتخب اصلا واللي طلع بعد اقالة روي فيتوريا وقال التاكتك في كورة القدم لا يتخطى العشرة في المية والباقي يعني مجدعة مجدعة من عنده معابير كده تاخد شوية في قرطاس ولا تاخد شوية في كيس ايمن عبدالعزيز لما سألوه قالوله من المرشحين من وجهة نظرك للفوز بالسوبر المصري قالك انا اقول لكم بالترتيب بيراميدز الزمالك الاول طبعا عشان يكسب ود الزمالكوية بيراميدز الثاني عشان برضو يفضل محافظ على ود الزمالكوية والثالث سيراميكا والاهل اللي جاي مع العفش ده الرابع انا كاهلاو مبسوط على فكرة لما يطلع ترتيب زي ده من واحد بيعترف وبيقر ان التاكتك والخطط والكلام والفنيات والكلام ده عشرة في المئة بس في كرة القدم ده معناه ان هو لا يفقه شيء في اي شيء فالحمد لله ان خلنا الرابع يعني ده معناه ان الترتيب بتاعه ده معمول سمك لبن طمري هندي ان هو عايز يلعب على مشاعر جماهير نادي الزمالك ويداخدغ مشاعر جماهير نادي الزمالك على حساب النادي الاهلي النادي الاهلي محمد عبد المنعم احترف وتمسك انه يحترف عمر سيد معود احترف ديانج طلع اعارة احمد عبد القادر طلع اعارة ومع هذا ستجد جمهور النادي الاهلي يدعو بالتوفيق والنجاح لاي لاعب بيطلع من النادي الاهلي سواء كان بيع او اعارة لانه في الاول وفي الاخر ادى النادي الاهلي كتير لكن على النقيد على النقيد جماهير منافسة وانا انا اسف على كلمة منافسة لو اللاعب بتاعهم تلع اشاعة انه هيحترف امك وامين امك وانت اصلا مين يا لأ دا احنا اللي عملناك يا زبالة الله يرحم لما كنت داخل النادي بشبشب بصوبع ويا حافي يا ابن الحافي ويبدأوا يجيبوا قاموس السفالة وقلة الادب ضد اللاعب بالرغم انها ممكن تكون اشاعة اشاعة يا حاجة مش حقيقة عشان كده جمهور الاهلي هيفضل في حتة تانية جمهور الاهلي جمهور زواق جمهور متحضر جمهور راقي عكس اللي جايين من تحت الخزانات عكس اللي جايين من عصور ما قبل التاريخ وعصور الجاهلية العيب عايز يحترف وعايز يحسن بالمستوى ويطور من اداءه ده انت ابن ستين في سبعين يلا تتنسى نفسك يلا ولا ايه ده احنا اللي عملناك يا حافي ومعرفش ايه علاقة الحافي وكنت جاي النادي بشبشب بصوبع بانه واحد يعني قليل او التقليل من شأن اللاعب في فرق في العقلية ما بين جمهور الاهلي واي جمهور اخر في واحد اسمه الفخراني الفخراني ده قد من في صفحة غرزة متعوبة يعني حتى الفظهم في اختيارات الحاجات غرزة الفخراني طلع في احد البرامج قالك عدد الزمالكوية في مصر تلاتين مليون وعدد الاهلوية في مصر 28 مليون وعدد المهتمين من الزمالكوية بالكورة 10 مليون وعدد اللي مهتمين من الاهلوية بالكورة 5 مليون وبقى الاهلوية مش مهتمين ولا فاهمين اي حاجة في اي حاجة وده يثبت ويؤكد ان الزمالك الاكثر شعبية ومن حقه ياخد اكبر رعاية بالشعبية الكبيرة والزمالك لو بالبطلات الزمالك بطل الابطال وبطل ابطال افريقيا ولو بالشعبية الزمالك الاكثر شعبية انا بس عايز اسأل الفخراني انت عرفت منين ان الـ 28 مليون اهلاوي دول في منهم بس خمسة مهتمين بالكورة خمسة مليون بس هل انت وانت كنت بتعمل استفتاء طبعا هو العمل استفتاء والعمل استبيان والعمل اي حاجة في اي حاجة هو كده مصدرك منين يا ابني مجدعة مني حط على الحلو على الحلو وليس هذا مش مشكلة لما هم الناس تشايروا خلاص طب انت عرفت منين ان فيه 28 مليون اهلاوي بالزبط يعني ماينفعش 28 مليون وواحد وخمسمية وانتين لا هم 28 مليون بالزبط على قفلة كنفول اقفل ولما عمل الاستبيان بتاعه كام اهلاوي بيفهم في الكورة او مهتم بالكورة طلوع خمسة مليون بالزبط لقال له نافر ولا زاده نافر هم بالزبط على حبكتهم ده تعرف ده اكبر دليل ان هو كدهب اكبر دليل انك كدهب الارقام اللي انت ذكرتها دي لان لا معاك استبيان ولا معاك دليل ولا معاك عينا عشوائية ولا معاك اي حاجة خالص انت جاي ما اجدعه مع العفش جاي ما اجدعه مع العفش قالك الزمالك اكبر قلعة رياضية مش كروية الارض الارض بيضوية ولا كروية ولا مربعة ولا احنا اللي بنلف حواليها قالك كابتن حسين اللبيب لما قال الزمالك اكبر قلعة يقصد رياضيا وليس كروية انت كمان هتفقى تشرح للرجل طب رياضيا انت متقدم في ايه في الرياضة احنا جمعنا البطولات في كل الالعاب الاهل راجبك الاهل دايس عليك يا ولد عايزك تفاهمني رياضيا اوكي رياضيا في ايه في الجنباز قالك اصل الزمالك النادي المصري الوحيد الزمالك الوحيد اللي كسب نهاية افريقيا للجودو للجودو والكروكاية والهوكي والكاراتاية بالكروكي والهوكي والكاراتاية والشامب даль والاحي قول ليه قول��니다 ده من حق كآرابة يقولكINTbird يعقد ايه صح كروكي مين ده انا اول مرة عرف ان الزمالك عندو فريق كروكي اول مرة عرف ان الزمالك وهو كل كل اللي عرفه في الهوكي كل اللي عرفه في الهوكي ان احنا عندنا فريق الشرية للدخيم للهوكي ده اللي بيكسب فكل حاجة اول مرة اعرف ان الزمالك له فريق هوكي واول مرة اعرف ان الزمالك بيكسب بطولات في الهوكي فاحنا هنطلع نزرط ونزرط ومحدش بيحاسب هو حد هيعد وراي الخمسة مليون اللي بيفعمه ولا الثمانية وعشرين مليون ولا التلق حدش بيعد وده عيب مقدم البرنامج للأسف عيب مقدم البرنامج انه سايبه يزرط من غير ما يرده طب انت عارفت منين خمسة مليون دي بالذات او تلاتين مليون او تمانية وعشرين مليون عرفتها منين جبتها من عنده معابير قاموس المعابير على السرير ولا جبتها ازاي ما عرفش عايز اقول فيه ولد اسمه الكويتي الاردني عيل تافه بجد بجد والله عيل تافه وللأسف الشديد انتو اللي بتعمله من القرف سعر مش عايز اقول الكلمة التانية واحد كل اخباره كدب في كدب هب في هب هب في هب يعني فيه كدب مساوي في كدب مساوي اللي هو ممكن تصدقه لكن ممكن اجاولك ايه زيزو وقع في ريال مدريد وسيرتدي تي شيرت ريال مدريد في يناير سيزو مين بتاعنا هلعب في ريال مدريد او مكان كيليان ام بيه وازا مالك ياخد كيليان ام بيه وفوقهم قرشين زيادة يشبرق نفسه هل ده يوقع لي هل ده فيه انسان عائل يعقل ده لا لكن هو يقولك حاجات زي كده فهذا الشخص الاماعة طالع يقولك كارثة غير مسبوقة في النادي الاهلي وتحقيقات موسعة في النادي الاهلي واصل فيه فرقة النادي الاهلي في قط اللبس لعيد خاين بينقل كل حاجة بتتقال في قط اللبس للإعلاميين والصحفيين والله ما في خاين غيرك والله ما في هبيت غيرك بيطلع يهبد هب السنين وللأسف جمهور الاهلي بيخش يدروا لايكات جمهور الاهلي بيخش يدروا لايكات الاشكال الوسخة دي انتوا اللي عملتوها بوحة الحراء وبوحة اللي مش حراء وبوحة المشطشط حتى نفس المستيري نفسه انتوا اللي عملتوه الاشكال الدلة دي ما كانش حد بيتابعة أصلا الاشكال الدلة دي ضحكت عليكم بفكرة ان انا اطلع اضحك عز مالك والتريع عز مالك واجمع مشاهدات من الاهلوين اللي بيحبوا كده النتيجة ان اول ما بيقع الاهلي بيطلعوا يطلعوا لك لسانهم بيطلعوا يطلعوا لك لسانهم فانا بطالب جمهور النادي الاهلي المحترم اي واحد كلب زي الشخص الكويتي ده ولا الاردني ده اديله بالجزمة و اديله بلوك لانه بيطلع يهد فرقة النادي الاهلي من اي انت النادي الاهلي عنده خينين او عنده ناس بتسرب اخبار النادي الاهلي من جوه قط اللبس في النادي الاهلي من لعيبة داخل النادي الاهلي اللي خلصت اخبارنا مخلصتش حكايتنا بس ان كل ارقكم وتعلاقاتكم اكيد شكرا لكم اشتركوا في القناة